بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع ألا زهيري مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمية للأمم المتحدة بالقاهرة ملفات التعاون في مبادرات حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالإضافة إلى البرامج الأخرى والتي تنفذها الوزارة هذا وأشار شعراوي إلى أهمية البدء في القرى التي تقع على نهايات الترع وجعلها قرى نموذجية متكاملة زراعيا لزيادة الإنتاج الزراعي وتطبيق أساليب الري الحديث ودعم صغار المزارعين بتلك القرى بالتعاون مع وزارة الري وصندوق التنمية المحلية لتوفير المعدات اللازمة لذلك وعرض شعراوي إمكانية التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية فيما يخص مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والمساهمة في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى الحرص المستمر على توفير برامج تدريبية لكفة الكوادر المحلية بما يساعد على تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر